حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري وعبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبدي بن تميمين عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق في حديثه في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك بن أنس عن عمري بن يحيى المازيني عن أبيه أن جده قال لعبد الله بن زيدي بن عاصمين وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال عبد الله بن زيد نعم فدع بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عن عبدي بن تميمين قال قال عبد الله بن زيد خرجا نبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى وحول رداءه حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبدي بن تميمين عن عمه عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري لوضة من رياض الجنة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبدي بن تميمين عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وحول رداءه قال 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 ابن ابي بكر انه سمع عباد ابن تميمين يقول سمعت عبدالله ابن زيد المازيني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلف ازتسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد ابن تميمين عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فاستقبل القبلة وحول رداءه وجهر بالقراءة وصلى ركعتين قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عباد ابن تميمين عن عمه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين وجهر بالقراءة فيها وحول رداءه ودعا واستقبل القبلة قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مالك عن عمر ابن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر وبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه قال حدثنا يزيد قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عباد ابن تميمين عن عمه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فولى ظهره الناس واستقبل القبلة وحول رداءه وجعل يدعو وصلى ركعتين وجهر بالقراءة قال حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن حبان ابن واصع عن ابيه عن عبدالله بن زيدي بن عاصمين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فمسح رأسه بماء غير فضل يديه قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن حبيبي بن زيد سمع عباد ابن تميمين عن عمه عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا محمد ابن ابي حفصة قال حدثنا ابن شيهاب عن سعدي بن المسيب وعباد ابن تميمين عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا فيما وجدت الريحة او سمعت الصوت قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك عن عمر وعن ابيه انه سمع عبدالله بن زيد الانصاري سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع بماء فغسل يديه ومضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين مرتين ومساح رأسه قال عثمان مساح مالك رأسه فاقبل بيديه وادبر به ما وغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبران يحيى بن جرجة عن ابن شيهاب عن عبادي بن تميمين عن عمه انه ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد على ظهره واضعا احد رجليه على الاخرى حدثنا هشام بن سعيد قال اخبرنا خالد قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن عمارة الانصاري قال ابي وخلف بن الوليد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن عبد الله بن زيدي بن عاصمين وكانت له صحبة فقيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعا باناء فاكفأا منه على يديه ثلاثا فغسلهما ثم ادخل يده واستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا واستخرجها ثم غسل وجهه ثم ادخل يده واستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده واستخرجها فمساح برأسه فاقبل بيده وادبر ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عبدي بن تميمين عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لهم في مدها وصاعها مثل ما دع به ابراهيم لمكة قال حدثنا معتمرو بن سليمان عن معمر عن الزهري عن عبدي بن تميمين عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا احدى رجليه على الاخرى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد عن عبدي بن تميمين عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استصقى فاستقبل القبلة وحول رداءه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدي بن تميمين عن عمه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبدي بن تميمين عن عمه انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه قد كان منه فقال لا ينفتل حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكري بن محمدي بن عمر بن حزمين سامع عباد بن تميمين عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصولة واستصقف استقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين قال سفيان قلب الرداء جعل اليمين الشمال والشمال اليمين قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر بن يحيى بن عمارة بن أبي حساء المازيني الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قال سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر بن يحيى منذ أربع وسبعين سنة وسألته بعد ذلك بقليل وكان يحيى أكبر منه قال سفيان سمعت منه ثلاثة أحاديث فغسل يديه مرتين ووجهه ثلاثا ومساح برأسه مرتين قال أبي سمعته من سفيان ثلاث مرات يقول غسل رجليه مرتين وقال مرة مساح برأسه مرة وقال مرتين مساح برأسه مرتين حدثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبدي بن تميمين عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري لوضة من رياض الجنة قرأت على عبد الرحمن عن عبد الله بن زيد المازني قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عبد بن تميمين المازني عن أبيه أو عمه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح بالماء على رجليه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد بن تميمين أن عمه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى يستسقي لهم فقام فدعا قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقو قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن عمر بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إليه ماء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومساح برأسه أقبل به وأدبر ومساح بأذنيه وغسل قدميه قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن حبنا بن واصع عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومساح رأسه بماء غير فضل يديه حدثنا يونس قال حدثنا فليح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبدي بن تميمين عن عمه عبد الله بن زيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذه البيوت يعني بيوته إلى منبر لوضة من رياض الجنة والمنبر على ترعة من ترع الجنة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيدي بن عاصمين عمه المازيني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يتوضأ الجحفة فمضمضى ثم استنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمن ثلاثا ثم مساح رأسه بماء غير فضل يديه ثم غسل رجلي حتى أنقاهما حدثنا سكن بن نافع قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبادي بن تميمين الأنصاري بأنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى ثم توجه قبل القبلة وحول إلى الناس ظهره يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين قال أبو عبد الرحمن قلب الرداء حتى تحول السنة ويصير الغلاء رخصا قال حدثنا منصور بن سلمة قال أخبرنا بكر بن مضرى عن يزيد بن الهادي عن أبي بكري بن محمدي بن عمري بن حزمين عن عبادي بن تميمين عن عبد الله بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين من بري وبين بيتي لوضة من رياض الجنة قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمارة بن غزية عن عبادي بن تميمين عن عمه عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن قال حدثنا مؤمل قال حدثنا أهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال قيل لعبد الله بن زيد يوم الحرة هلما إلى أبن حنظلة يبايع الناس قال على ما يبايعهم قالوا على الموت قال لا أبايع عليه أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن عبد الله بن أبي بكري بن محمدي بن عمرو بن حزمين عن عبادي بن تميمين عن عبد الله بن زيد الأنصاري ثم المازيني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرتين مرتين قال حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح عن عبد الله بن عمرو بن حزمين عن عبادي بن تميمين عن عبد الله بن زيد الأنصاري ثم المازيني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع مرتين مرتين قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبادي بن تميمين يقول سمعت عبد الله بن زيد المازيني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصولة واستصقى وحول رداءه حين استقبل القبلة قال إسحاق في حديثه وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة فدعا قال حدثنا سريج بن النعماني قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أن حبان بن واسع الأنصاري حدثه أنه سمع عبد الله بن زيدي بن عاصمين المازيني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع أثمض مضى ثم استنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمن ثلاثا ثلاثا والأخرى ثلاثا ومساح رأسه بماء غير فضل يده وغسل رجلي حتى أنقاهما قال حدثنا ابن عيمين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبدي بن تميمين عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فتوجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله وعتاب قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثنا حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيدي بن عاصمين المازني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع الجحفة فذكر معنى حديث حساء إلا أنه قال فمسح رأسه بماء من غير فضل يده قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عبدي بن تميمين عن عبد الله بن زيدي بن عاصمين قال لما أفاء الله على رسوله يوم حني ما أفاء قال قصما في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يقسم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فجمعاكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي قال كل ما قال شيئا قالوا الله ورسوله آمنوا قال ما قال ما يمنعكم أن تجيبوني قالوا الله ورسوله آمنوا قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم لولا الهجرة لا كنت امرأا امرأا من الأنصار لو سلك الناس واديا وشعبا لا سلكت وادي الأنصار وشعبهم الأنصار شعار والناس دثار وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عبدي بن تميمين عن عبد الله بن زيد قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال هذا ابن حنظلة وقال عفان مرة هذاك ابن حنظلة يبايع الناس قال على أي شيء يبايعهم قال على الموت قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي الطحان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيدي بن عاصمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا الدراوردي عن عمرو بن غزية عن عبدي بن تميمين عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وعليه خميصة سوداء فأخذ بأسفلها ليجعلها أعلاها فثقلت عليه فقلبها على عاتقه ترجمة نانسي قنقر